في إطار زيارة الرئيس السيسي الحالية للعاصمة الرومانية بوخارست منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا درجة الدكتوراه الفخرية لرئيس عبدالفتاح السيسي السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن رئيس مجلس الأمناء وعميد جامعة بوخارست أعربوا عن الفخر إذا تشريف الرئيس للجمعة وأكدوا إن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بهذا التكريم واعتبر إنه ليس موجه لشخصه وإنما للشعب المصري بأكمله كشريك أساسي في الإنجازات اللي تحققت مؤخرا في مصر في العديد من الأصعدة